اشتركوا في القناة وقومت والدتها أن مدرسة وجيه بغدادي السنوية بالجيزة هددت ابنتها بالفصل لأنها عمل شعرها ضفاير واتهمت إدارة المدرسة بإجبار ابنتها على الحجاب بسبب الضفاير حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة له كلما تم تداوله على السوشال ميديا بهذا الشأن غير صحيح بالمرة وعبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من تقرار محاولات إصارة الجدل بوقائع كاذبة وأخبار مفبركة على السوشال ميديا مشيرا إلى أن مسيري مثل هذه الوقائع الكاذبة غالبا ما يكونوا فقط محبون للشهرة عن طريق هذه الروايات وقد نشرت نجلاء صديق حسين والدة الطالبة ملك محمد أحمد بالصف الأول الثانوي بمدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات استغاسة عاجلة بالفيديو عبر حسابها على فيسبوك بعد أن تعرضت ابنتها للتنمر وسوء المعاملة على حد قولها وقالت الأم ابنتي تتعرض للتنمر والاتهاد وسوء المعاملة من أول يوم لها في الدراسة حيث تم حرمانها من الوقوف مع زملائها في الطبور كما تم حرمانها من حضور حصصها المدرسية وضافت قائلة البنت اتصلت بها وهي منهارة قائلة يا ماما معقبني ومزن بني قدام مكتب المديرة فتوجهت بسرعة للمدرسة وسألت عن السبب فقيلة لي عاملة شعرها دفاير ويأما تغطي شعرها أو تلم الدفاير دي واستكملت الأم حكاية ابنتها قائلة بالفعل أجبرت ابنتي على لما دفايرها بتوكا ولكن فجات بأنه في اليوم الدراسي التالي أثناء حصة التربية الرياضية وأثناء الجاري التوكا تفكت والدفاير بانت تاني فالمديرة عنفتها إيه المنظر ده وزنبتها برا الفصل وكل المدرسات علقوا بشكل غير لائق على ابنتي مما أدى لإنهيار الطالبة ومديرة المدرسة قالت لها لو جيت المدرسة كده تاني هفصلك وقالت لي انزلي شؤون الطالبة خودي جواب الفصل والأخصائية قالت لي ممكن نكتب لها تقرير سؤسير وسلوك وقالت توجهت للإدارة التعليمية لعمل شكوى فقامت ما حققت شؤون القانونية بالتحقيق مع ابنتي وليس مع إدارة المدرسة وطلبت ابنتي بارتداء حجاب داخل المدرسة طول اليوم الدراسي وتساءلت الأم فين اللائحة اللي بتمنع بنتي أنها تعمل شعرها ضفاير لمصلحة مين بيكراهوها في المدرسة أرجو من وزير التربية والتعليم أن يتدخل على المشكلة سريعة وتدخل